بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى اليوم مع قصة المرأة التي اشتكت من هي هذه المرأة؟ ولمن اشتكت؟ قصة في الجزء الثامن والعشرين أوسو بن الصامت رضي الله عنه أرضاه تزوج بالصحابية الجليلة خولة بنت ثعلب رضي الله عنهم جميعاً وهي صغيرة حتى كبروا في السن في أمنا الأيام غضب هذا الصحابي من زوجته وقال لها أنت عليك ظهر أمي فحينما هدأ وسكنت أعصابه أراد أن يتقرب منها وأن يقرب إليها فقالت والله لا تقربني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عما حدث بيني وبينك فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه مشكلتها وقالت تزوجني أوس وأنا شابة صغيرة وحينما كبرت ومات أهلي ظاهر مني يا رسول الله إن لي منه عيالاً صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراك إلا حرمت عليه وهي ترادد النبي صلى الله عليه وسلم وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة والله ما أراك إلا حرمت عليه فذهبت من عندي رسول الله وهي تقول اللهم إني أشكو إليك فقري وحاجتي فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير حياكم الله في هذه الفقرة وقضية الآن هذا الحدث وهذا المغزى من هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خولا ترى ما هو أهم مغزى نقف عليه من خلال هذا الحدث والله يا شيخ علي دائما في هذا الموقف وفي هذه الآية تلفتني أول آية قد سمع الله هذه الكلمتين جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله تقول عائشة رضي الله عنها أتت خولة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وبيني وبينهما ستار كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وبين عائشة ستار تقول وأسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه فأنزل الله قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها فتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كانت السماوات وما بين كل سماء وسماء آلاف السنين سمع الله عز وجل وهذه المرأة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تشتكي وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أسري مشكلة أسرية وقعت بينها وبين زوجها وهذا الأمر يقودنا إلى عدة أمور الأمر الأهم منها أنه لم يحب الإنسان إذا عنده مشكلة أسرية بالذات مشكلة أسرية أو غيرها من المشاكل أنه يسأل أهل العلم ويسأل يبحث عن مصلح شماعي يسأل عن المختص في هذا الأمر وفي هذه القضية الآن البيوت مليئة بالمشاكل في وقعنا المعاصر لكن قليل من يسأل قليل من يقرأ قليل من يسمع لحل المشكلات الأسرية فن التعامل مع الزوجة فن التعامل مع الزوجة كيف تدير بيتك كيف يصبح البيت سعيد نحتاج إلى هذا الأمر نحتاج إلى هذه الثقافة حتى تستقر بيوتها وتطمئن هذه البيوت وأيضا أعتقد من المغازي التي نستفيدها من هذا الحدث أن الواحد لا يستعجل في قضية سرعة لفظ الطلاق أو أنت عليك ظهري اللي هي الألفاظ التي تدل دلالة مثل ما أشرت أنتم في السرط أن هذه الدلالة تدل على أن يفهم منها الطلاق سبحان الله يا أخواني من الأشياء التي تفسد البيوت هذه الألفاظ من أجل ذلك قال علماء الأسرة والبيت السعيد والأشياء التي يذكرون فيها مقاومات البيت السعيد قالوا مقاومات البيت السعيد أربعة ركائز أو أربعة أركان الركن الأول وهو الرحمة بين الأب والأم وبين الأبناء وبين الزوجته والزوجة لزوجها تكون فيه رحمة إذا أتى من وظيفته ما تعنف وروح جبلي وروحها كذلك أيضا من الأشياء الركن الثاني هو ذكرنا الرحمة وأيضا المودة والمودة هي المحبة وهذه اللفظتين أو الركنين الله عز وجل ذكرها في كتابة قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وأيضا الركن الثالث الدين الركن الرابع الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه أحسن أنا في قضية لمن أنزل الله عز وجل للحكم عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكين وفي جيّة هذه المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصها على استقرار حياتها مع هذا الزوج وإيضا لما كانت تقول يا رسول الله ما يستطيع مريض وإعتق الرقبة ما يقدر عليه وطعام ستين مسكين ما في أفقر في المدينة مننا قاعدت دور له مخارج يا أخي شوف كيف حفظها للود حفظها للود وتقديرها لهذا الزوج رغم ما بدر منه من غضب ومن إطلاق لهذه الكلمة ولا تنسوا الفضل بينك ولا تنسوا الفضل بينك والله موقف عظيم لهذه المرأة العظيمة حينما حفظت وتزوجها وكانت باين من كلامها ومن حوارها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حريصة على هذا الزوج وعشرة بينهم عشرة عمر ما تبغاها تنتهي في غضة عين أبو تميم المغزى الجميل اللي ذكرتها يعني إجرنا إلى تفصيل أكثر أنه ولا تنسوا الفضل بينكم أن الآن بعض النساء يعني تعرف في بعض الناس ما يعني يتم إكمال هذه الحياة الزوجية للأسف يتم تدمير واشترار الماضي سيء ويبدأ الضرب والحرب أرض أرض وستسخير للجنود الأسرية كلها من أسباب استقرار الحياة الزوجية التجاهل والتقافل أيو الله التقاضي عن بعض الأشياء طو يقول شاعر عندنا اسمه سعد بن جدلان دام تمشي يمشيها الله في كثير من الأمور والله كثير من الأمور نحتاج أننا نمشيها نمررها زي ما هي ولا تدقق فيها عشان تستقر حياتك سبحان الله من المغازي وعشيخ عبد الله بقنا دقيقة من المغازي سبحان الله أنا دائما مبلشكم في الدقائق سمحيني من المغازي سبحان الله المهمة جدا أن الإنسان يذهب إلى إنسان حكيم يستشيره في أمور مشاكل العائلية كما ذهبت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يعني يريد إصلاح يريد إصلاح يوفق الله شوف النية طيبة إذا عندك النية هذه لكن ذراحين والله لو وريه وكذا وكل واحد يبغى يطلع الحق أيو الله فضل شيخ نختم المغزل الجميل أرى في هذه الآيات أن المجادلة تكون للبشر أما الشكوى لا تكون إلا لله تجادلك في زوجها وتشتكي ما قال تشتكي إليك تشتكي إلي الله أختم هذه الحلقة بآية هذا خير الكلام الله عز وجل يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء آية بيّنت مكان أهل الجنة ومكان أهل النار وأنهم لا يستوون قل الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سأل الله يجعلنا وإياكم منه آية في هذا الجزء استوقفتني كثيرا وهي قول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هذه هي الآيات التي استوقفتهم يا من تشاهدنا الآن ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزة بهذا عزاء المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزة حتى ذلك من حين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة ترجمة نانسي قنقر